الزيارة الجامعة الكبيرة دستورنا العقائدي الشيعي القول البليغ الكامل في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطبهم صلوات الله عليهم فما أحلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم الخطر هو علو المنزل وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور كلامكم نور هذه القاعدة الواضحة والصريحة والبينة لو اكتفينا بها فقط هي ناقضة هي ناقضة لعلم الرجال بدرجة مئة بالمئة ورافضة لعلم الرجال بدرجة بدرجة مئة بالمئة وفي الوقت نفسه فإن علم الرجال إذا أردنا أن ننظر إليه من خلال هذه القاعدة فإن استعماله وإن الاعتماد عليه كفر كفر بولاية محمد وآل محمد وكفر بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل الصورة اللفظية لمثاق ولايتنا ومعرفتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كلامكم نور العبارة دقيقة جدا كلامكم نور العبارة ما قالت قولكم نور لأن العبارة لو قالت قولكم نور سيكون تحديدا سيكون تحديدا واضحا لبعض كلامهم لأن القول أخص من الكلام على سبيل المثال كي أقرب لكم الفكرة النائم حينما يتكلم حتى لو تكلم بالقرآن فلا يقال للنائم من أنه قال كذا وكذا لأن القول له شروط يقال للنائم تكلم بكذا وكذا النائم في نومه يتكلم ولا يقول بينما اليقظ المنتبه يقول ويتكلم الكلام أوسع من القول القول يكون محدودا بمواصفات معينة بينما الكلام يطلق على كل ما يصدر من المتكلم هذا بخصوص وخصوصكم بالنسبة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه حتى لو تكلم في نومه فإن كلامه قول تكلم في يقضته فإن كلامه قول فليس هناك من شيء يصدر عن المعصوم لا نستطيع أن نعده قولا ولكن حينما ينقل الرواة فإن الرواة في بعض الأحيان يحولون الأقوال إلى كلام لأننا بشر الدقة في التعبير هنا من أن كل ما يصل إلينا من حديثهم قطعا ليس من كل شخص وإنما من الذين نحن نعرف أنهم يروون عنهم صلوات الله عليهم فما يصل إلينا مما يصدر عنهم تارة بالنصوص القطعية الواضحة تلك أقوالهم وكلامهم أيضا كلام المعصوم وقول المعصوم واحد لكن حينما ينقل الرواة ويسقطون بعض الكلمات وينقلون الكلام بالمضمون وليكونوا دقيقين في نقل الناص فإن القول هنا تحول إلى كلام ومع ذلك يبقى محتفظا بنوريته كيف ذلك عبر القواعد التي وضعوها لنا كي نتعامل مع أحاديثهم وفق لحن القول وفق المعاريض وفق العرض على الكتاب وفق الموسوعية اعرف منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفق البلاغة أتحدث عن البلاغة والفصاحة بحسب مذاق العترة لا أتحدث عن البلاغة والفصاحة بحسب مذاق العرب في الجاهلية أو في أي زمن من الأزمنة فنحن نتحدث عن نصوص قرآنية ونتحدث عن نصوص حديثية فإذا أردنا أن نتعامل معها وفقا لمقاييس البلاغة والفصاحة لا بد أن نكون على إلمام بقواعد بلاغتهم وقواعد فصاحتهم فإن مما مما يعد من البلاغة عند البلغاء من عامة العرب لا يعد بلاغة في ضوء معارف العترة لابد أن نعرف البلاغة بحسب هم وأن نعرف الفصاحة بحسب هم وأن نعرف معارض كلامهم بحسب ما وضعوا لكلامهم من معارض وإشارات ومصطلحات ومفاتيح لإدراك تأويل دينهم ولإدراك تأويل قرآنهم ولمعرفة حقائق أحكامهم وفتاواه فهذا كله يقع تحت هذا العنوان كلامكم نور كلامكم نور أكان منقولا إلينا بالدقة الكاملة وهي الأقوال أو كان منقولا إلينا بالمضمون أو بإسقاط بعض المفردات وهو الكلام بحسب الرواة بحسب الرواة وإلا بحسب المعصومين كلام المعصوم وقول المعصوم واحد ولكن حينما ينقل إلينا عبر الرواة من أمثال فإن النقص يطرأ على النصوص بسبب الرواة لكنهم صلوات الله عليهم وضعوا لنا من القواعد ومن الأساليب ومن هندسة النصوص ما تحفظ به الحقائق عبر ذلك من هنا فإنهم لا يعدون الفقيه بنظر الشيعة الشيعة يعدونه فقيها لا يعدونه فقيها بنظرهم إلا إذا كان عارفا بمعاريض كلامهم ومع ذلك ومع ذلك حتى لو كان عارفا بمعاريض كلامهم إذا لم يكن مفهما فإنهم لا يعدونه فقيها الفقيه لابد أن يكون راوية حديث ينقل الأقوال ينقل الأقوال في أغلب أحواله وينقل الكلام في بعض الأحيان ينقل الكلام بحسبه ينقل المضامين بحسب تعابيره أما إذا نقل النصوص بالدقة فتلك هي أقوال المعصومين ولابد أن يكون موسوعيا ولابد أن يكون عارفا بمعاريض الكلام ومع ذلك مع ذلك فلابد أن يكون مفهما ما بقي من نقص عنده فإن الإمام الحجة يتلافاه بتفهيمه أين علم الرجال من كل هذا لا قيمة له سيصبح زبالة سيصبح من فضلات الخنازير علم الرجال فضلات خنازير فضلات كلاب مسعورة أين أين علم الرجال يوضع أمام هذه الحقائق الواضحة الناصعة ماذا تقول هذه القاعدة النورية من قواعد وقوانين الزيارة الجامعة الكبيرة تقول كلامكم نور النور النور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره نحن لا نكتشف النور من خلال نور آخر النور هو كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره صحيح أن النور على مراتب درجة النور كم هي كاشفيته عن نفسه بمقدار تلك الدرجة وكاشفيته عن غيره بمقدار تلك الدرجة النور الذي يصدر من شمعة ليس كالنور الذي يصدر من المصابيح الكبيرة الكهربائية والنور الذي يصدر من المصابيح الكبيرة الكهربائية ليس كنور الشمس وهكذا النور الضوء على مراتب النور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره كلامكم نور ما قال النص أقوالكم الأقوال جزء من الكلام كلامكم نور منظومة ما صدر عنه كل المنظومة بأدعيتها بزياراتها بمناجياتها بأذكارها بخطبها الطويلة والقصيرة برواياتها بمحاججاتها بأحاديث تقيتها بأحاديث مداراتها بكل ما جاء فيها وبكل الألسنة التي تكلم بها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في قصار كلماتهم أو في طوال أحاديثهم التي حدثوا بها أصحابهم ابتداء أو بطلب منهم أو أنهم أملوا على أصحابهم أو كتبوا الرسائل والتوقيعات إلى أصحابهم كل ما صدر عنهم ذلك هو كلامه نقله الرواة بالنصوص الدقيقة أو نقلوا ذلك بخلل في النصوص أو نقلوا ذلك بخلل في النصوص بإسقاط بعض الألفاظ أو بالتقديم والتأخير أو بخلط بين النصوص أو أنهم نقلوا ذلك بالمضامين المجموعة كلها المنظومة بتمامها قادرة على أن تكشف عن نفسها وأن تكشف عن غيرها هذا هو المراد كلامكم نور فالنور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره منظومة كلامهم بكل تفاصيلها كاشفة عن حقائق نفسها وكاشفة عن حقائق غيرها لكن لا بد للذي يكون متعاملاً مع هذه المنظومة متصفاً بالمواصفات التي يريدها إمام زماننا وهذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى لأن وقت الحلقة قد انتهى لكن بشكل موجز صارت عندكم صورة إجمالية عن معنى هذه القاعدة كلامكم نور هل تجدون لعلم الرجال موضعاً هل تجدون لقذارة الخنازير هذه محلاً في منظومة النور والطهارة والقداسة هذه لا وجود لهذه القذارة إنه منطق القرآن إن جاءكم فاسق بنبأ لا شأن لكم بالأسانيد فتبينوا فاذهبوا إلى المتون منظومة المتون هذا عنوانها كلامكم نور كلامكم نور هناك نور وهناك ظلمة أين تضعون علم الرجال بعد كل هذه التفاصيل هناك علم وهناك جهل الجهل سيكون مع الظلمة والعلم سيكون مع النور الهداية ستكون مع النور والضلالة ستكون مع الظلمة عندنا نور وعلم وهداية وعندنا ظلمة وجهل وضلال عندنا رشد هنا رشد مع النور وغواية مع الظلم وعندنا حكمة مع النور وسفاهة مع الظلم أين تضعون علم الرجال في جهة النور والعلم والهداية والرشد والحكمة أم في جهة الظلمة والجهل والضلالة والغواية والسفاهة في أي جهة من الجهات بعد كل هذه البيانات أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت لكم للحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر